علوم الصف الثالث الإعدادي اختبار كتاب الأضواء على الدرس الأول التفاعلات الكيميائية صفة 4 أكمل برات الأتية 1. التفاعل الكيميائي هو نقط في جزيئات المواد المتفاعلة كسر الروابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد النتجة من التفاعل 2. التصاعد غاز نقط عند تفاعل السوديوم مع الماء غاز الهيدروجي الذي يشتعب تفاقه 7-8 التفاعل بينما تصاعد غاز نقط عند تسخين كابريتات النحاس الزركاء كابريتات يبقى غاز إيه؟ ثالث أكسيد الكابريت 3. تنحل نطرات السوديوم بالحرارة إلى نقط ونقط إلى نيتريت السوديوم نوع أبيض المسفير وغاز الأكسجين 4. تنحل معظم نقط الفلزات عند تسخينها إلى نقط وغاز ثالث أكسيد الكابريت يبسح كابريتات الفلزات كابريتات الفلزات أنت سخينها إلى أكسيد الفلز وغاز ثالث أكسيد الكابريت خمسة عند إضافة قطعة من الماغنسيوم إلى محلول كابريتات النحاس يتكون راسب طيب الماغنسيوم بيحل محل النحاس ويتكون محلول عدمي اللون من كابريتات الماغنسيوم ويتكون راسب إيه؟ أحمر من النحاس بقى على ما يأتي واحد ظهور لون فضي عند تسخين أكسيد الزئبق الأحمر لأنه ينحل بالحرارة إلى الزئبق فضي اللون فضي اللون وتساعد غاز الأكسجين نين تتكون مادة سوداء عند تسخين كابريتات النحاس الزرقاء لأنها تنحل بالحرارة إلى أكسيد النحاس الأسود ويتساعد غاز ثالث أكسيد الكابريت ونكتب معادلة ثلاثة يتأخر الألمونيوم عملياً في تفاعله مع حمض الهيدروكوريك مخفف عن الخرصي بالرغم من أنه يسبقه في ممتسلسلة النشاط الكيميائي بسبب وجود طبقة من أكسيد الألمونيوم تأخذ فترة حتى تتعاكل وده بأخر مين أتفع يسبقه طبقة من أكسيد الألمونيوم على سطح فلز الألمونيوم تأخذ فترة حتى نفصل أو حتى يتتعاكل اثنين وكم ألف أكتب مفهوم العلمي لكل من واحد كسر روابط الموجودة في جزيئات المواد المتفاعلة وتكوين روابط جديدة في جزيئات المواد النتيجة من التفاعل صح التفاعل الكيميائي تفاعل الكيميائي اثنين تفاعلات كيميائي يتم فيها تفاكك جزيئات بعض المركبات الكيميائية بالحرارة إلى عناصرها الأولية أو إلى مركبات أبسط منها تفاعلات الانحلال الحراري ثلاثة ترتيب عناصر الفلزية ترتيبا تنازليا حسب درجة نشاطها الكيميائي متسلسلة النشاط الكيميائي با وضح بمعنالات الرمزية الموزونة ميالي واحد أثر الحرارة على هيدروكسيد النحاس الأزرق با لأن النحاس كفوسوناء وهيدروكسيد أحادي ينحل بالحرارة إلى أكسيد النحاس الأسود وتساعد بخار الماء أثر الحرارة على نطرات السوديوم حرارة تكون نيتريت سوديوم وتساعد غاز الأكسجين نوسم معادلة تنين وهنا تنين ثلاثة تفاعل خرسين مع حمض الهيدروكسيد المخفف الخرسين زد إن زد إتش سي إل ضايل زد إن سي إل لتو لأن خرسين سوناي زائد إتش تو تساعد هنا تنين وهنا تنين وهنا واحد وهنا واحد يبقى يحط هنا تنين أربعة إضافة قطعة صغيرة من السوديوم إلى الماء السوديوم إن إي والماء إتش تو بيكون هيدروكسيد السوديوم إن إي أو إتش وغاز الهيدروجين يتساعد زاد إي حرارة نوسم معادلة هتنين 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 وهنا هتنين ثلاثة أكمل المعدلات الرمزية الأتية أكسيد الزبق ينحل بالحرارة إلى الزبق في الدلون وتساعد غاز الأكسجين أو ثلاثة كابريتات النحاس أكسيد النحاس الأسود وغاز سالس أكسيد الكابريت ثلاثة الألمونيوم زاد حمض الهيدروجلوريك إي إل سي إل لسري لأن الألمونيوم سلاسي وكلور أحادي زاد إيتش تو يتساعد عشان نوسم معادلة فما تلاقي اتنين وثلاثة الست بدأ الإسم بالإسماع على الاتنين وثلاثة أيه اللي أضربه بثلاثة الدين ستة إيه اللي يضربه في الزبق أبرت الماغنسيوم زائد كابريتات النحاس الماغنسيوم يقوم بغاز طيب العمل يقوم MJSO Although يقوم بغاز mGSO الماغنسيوم يقوم بغاز ماغنسيوم إن فار بين أكسيد الأل من الحيث أثر الحرارة على كل منهم أو الزبغاز تنحل بحراء الى الفلز وتساعد غاز الاكسجين. هيدروكسيد الفلز بينحل بحراء الى اكسيد الفلز وتساعد بخار الماء. اربعة من الشكل المقابل واحد. ما نوع تفاعل الحادث? صح. تفاعل انحلال حراري. اتنين ما اسم المادة التي كانت في انبوبة الاختبار قبل التسخين. هو تساعد هنا ايه? غاز سينوسيل كربون. يبقى كربوته النحائص. سي او سي او سري. تلاتة اكتب معدلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل سي او سي او سري. حرارة سي او زائد غاز سينوسيل كربون بساعد. اربعة كيف يمكنك الكشف عن الغاز المتصعد بامرار غاز سينوسيل كربون على ماء الجير الرائد. بيحصل ايه? يتعكر المحلوبة. با اشرح فكرة عمل الوسادة الهوائية مع كتابة المعادلة المعبرة عن التفاعل الحادس بداخلها. ان ايه? ان سري. هزيد السوديوم. شار كهرابي. ينحل الى السوديوم? ان ايه? وتساعد غاز ان تو انتروجي. وان اتنين وتلاتة. يعني وصير رقم كام? ست. اضرب هنا في اتنين. اتنين وتلاتة بستة. طيب. الاتنين مضروف الان ايه. حط هنا اتنين. ايه اللي اتضربه هنا. في اتنين. اتنين ستة. اتلات. طيب طعا نشوف الفكرة بقى. عند حدوث اصدام او توقف مفاجئة في السرعة. مادة ازيد السوديوم. تنحل باشرار الكهرابي. الى السوديوم وتساعد غاز النيتروجي. الذي يملأ الوسادة في اربعين ميلي ثانية. ثم يفرق مباشرة ليؤمن الرؤية الواضحة والحركة الصحيح. ثم واحد الف اختر الايجابة الصحيحة لما يلي. واحد. تفاعلية الاحلال ومزدوج بين محالي الاملايح. تكون مسحوه وتكوين. فلز راسب اوكسيد لا فلز. طبعا الراسب. يعني الملح ليزوب في الماء. اتنين. مركب كيميائي لونه اخضر. عين تسخينه يتحول للون الاسوء. وتساعد غاز يعكر ماء الجير. طبعا مين? كربونات النحاس. يبقى سي يو سي او سي. تلاتة. يعبر التفاعل عن عملية اكسادة اختزال انحلال احلال. طبعا الاكترون موجود على اليسار في المتفاعلات. يسمى عملية ايه? عملية اختزال. لانه هنا اكتسب. اسم عملية اختزال. اربعة. تحتوي الوسادة الهوائية على مادة طبعا مادة ايه? ازيد السوديوم. با. كارن بين العامل المؤكسد والعامل المختزن. من حيث المفهوم الكترون. العامل المؤكسد هو المادة التي تكتسب الكترون او اكسر اسناء تفاعل الكيميائي. العامل المختزل هو المادة التي تفقد الكترون او اكسر اسناء تفاعل الكيميائي. امامك المواد الاتية في معمى المدرسة. همض الهايدروكلوريك. محلول نوترات الفضة. محلول كربونات السوديوم. محلول كولوريد السوديوم. وضح بالمعادلات كيف تحصل منها على. ركم واحد راسب ابيض. صح? محلول نوترات الفضة. مع محلول كولوريد السوديوم. يبقى ن اي سي ال زائد اي جي ان او سري. ان اي ان او سري زائد اي جي سي ال. راسب ابيض. اتنين غاز يعكر ماء الجير. صح? بتفاعل. كربونات السوديوم. محلول كربونات السوديوم. مع حمض الهايدروكلوريك. ان اي تو سي او سري. لان الكربونات السنائي. زائد اي جي سي ال. ان اي سي ال. طب هنضيل. مخفف. بيانتج ملح الطعام. ان اي سي ال. طب هندق احادي دق احادي. زائد حمض الكربونيك. اللي فين ضعيف. بيانحل الى اي جيش تقوه الماء. وغاز سنوستي الكربونيك ساعد. طب هنا اتنين ان اي وهنا واحدة? حط هنا اتنين. والاتنين كمان مضروف السئل. وهنا واحدة. حط هنا اتنين. كده معادلة اي توسط. اتنين. ما المقصود بكل من? واحد. متسلسلة نشاط الكيميائي? ترتيب الفلزات. ترتيبا تنازليا. حسب درجة نشاطك الكيميائي. اتنين تفاعلات الاحلال المزدوج. تفاعلات كيميائية بتتم فيها تبادل المزدوج. بين شقاي مركبين مختلفين. لتكوين مركبين جديدين. باق ادرس التفاعلات التالية ثم اجيب عن ما يالي. تفاعل حمض مع كولوي. حمض الهيدروكوليك مع هيدروكسيد السوديوم. بيندوج ايه? ملح وماء. يبقى ان ايه سي ال. طيب ان ايه سي ال. اللي هو مركب سين. زاد نترات الفضة. بيكون ايه? نترات السوديوم. يبقى ان ايه? ان او سري. زاد ايه? راسب ابيض من كولوريد الفضة. اوتوب الساقة الكيميائية لكل من سين وصد. ان اي سي اللون الراصب. طبعا الراصب ايه? راصب ابيض. ايه هو راصب ايه? ابيض من كولوريد الفضة. جيم. مستعين بالجدول التالي اجيب عم ما يالي. ركم واحد اكتب معادلة تفاعل السوديوم مع كلور. لتكوين كولوريد السوديوم. اتنين حدد العامل المؤكسد والعامل المختزن. مع ذكر السبب. طيب تفاعل السوديوم. ان ايه? زائد سي لتون. ده زارة مفردة. حالة سوئية ايه? الزرات. ان ايه سيل. ده اوحادي ده اوحادي. في معادلة مش موزونة. ان اتنين من واحد حتنين اتنين. طيب اتنين مضروف ان ايه? حتنين اتنين. طيب. السوديوم بيفكت. تحول الايون موجب. تسمع عملية اكسدة. يبقى عامل صح مختزن. الكولوري يكتسب. تحول الايون سالب. عملية اختزائل. يبقى عامل ايه? يبقى عامل مؤكزن. يبقى عامل مختزن ليه? لانه بيفكر بتحول لايون موجب. طيب عامل مؤكزن ليه? لانه بكتسب وتحول الى ايون سالب. طيب ما اكتب معادلة? سوديوم. ان ايه? تحول الى ايون موجب. ان ايه موجب. زائد ايه? الكترون. طيب بهمة كم إلكترون. يبقى عادة بوطنانة مفيدة كام? اتنين. طيب. جزء كلور سي ال تو. كل زرنا تكتسب ايه? إلكترون. يتحول الى ايون سالب. سالب. لاتة علمياتي. واحد. لا تفاعل الذهب مع الاحماد مخاففة. لان الذهب يلي الهيدروجين في متسلسلت النشاط الكيميائي. اتنين. تكون راسب احمر. عند اضافة المغنيسيوم الى محلول كبريتات النحاس. لان المغنيسيوم بيزبك النحاس في متسلسلت النشاط الكيميائي. فيحل محلو. ويتكون محلول عدم اللون من كبريتات المغنيسيوم. وترسب النحاس الاحماد. بقى وضه بمعادلات الرمزية الموزونة واحد. تفاعل خاصين مع حمض الهايدروجلوريك المخفف. زد ان. زي. ضيل. زد ان سيل تو. لان خرسين سونائي. زد اتش تو يتساعد. نوزم معادلة. نحط هنا ايه? اتنين. اتنين. تسخين اطلات السوديوم. ان ايه? ان او اس ري. حرارة. ان ايه? ان او نيتريد سوديوم. وغاز الاكسجين الساعد. اتنين وان اتنين. تلاتة امرار غاز. الهيدروجين على اكسيد النحاس الساخن. اتش تو زد سي يو او. حرارة. اتش تو زد سي يو. جيم? ثوب. مادة احتوى خط في العبارات الاتين. واحد. تنحل لمعظم. كربونات الفلزات. عن تسخينها الى الفلز. وغاز سينوكسيد الكربون الى اكسيد الفلز. نين الاكسادة عملية كيميائية تكتسب فيها الزرة الوكترونا او اكسر اثناء تفاعل تفك. ثلاثة. عند اضافة محلول نطرات الفضة الى محلول كولوريد السوديوم. يتكون راسب ابيض من كولوريد الفضة. اربعة. عند تفاول خرسين مع حمض الهايدروكولوريك مخفف. تساعد غاز الاكسجين. غاز الهايدروجين. اربعة. الف اكتب المفهوم العلمي لكل من. واحد. تفاعلات كيميائية يتم فيها احلال عنصر. محل عنصر اخر. تكلم منه نشاطا في محلول احد مركباته. تفاعلات الاحلال البسيط. احلال البسيط. اتنين كاس الروابط الموجودة في جزائيات المواد المتفاعلة. وتكوين روابط جديدة في جزائيات المواد النتجة من التفاعل. التفاعل الكيميائي. تلاتة. تفاعل حمض مع قالوية. تكوين ملح وماء. تفاعل التعادل. رقم بقى. رتب عناصر التالية تنازليا حسب درجة نشاطك كيميائي. طيب السوديوم رقم واحد. ثم الكالسوم اتنين. الامونيوم رقم تلاتة. الرصاص اربعة. والفضة رقم خانس. جيم. على الشكل المقابل يوضح تفاعل السوديوم مع الماء. رقم واحد. اكتب معادة التفاعل مع ذكر النوع التفاعل. زائد اتش تو او. زائد ايه? حرارة. هي. مزو معادلة. تلاتنين. من اتنين. طبعا النوع التفاعل ايه? احلال بسيط. احلال بسيط. اتنين ما اسم المحلول المتكون في الكأس. هيدروكسيد السوديوم. تلاتة ما اسم الغاز المتصعب. وكيف يمكن الكاشف عنه غاز الهيدروجين? عن طريق امرار عود ثقاب مشتعل. يشتعل رائز بفرقاء.